في بلد يعيش مخاطر اقتصادية حقيقية بسبب الفساد لا سيما بعد انهيار أسعار النفط ومخاطر صحية متمثلة بوباء كورونا تبدو الأحزاب والزعامات السياسية منشغلة باللهاث وراء كعكة السلطة بعد أن أسر صراعها الممتد عن تسمية مصطفى الكاظم لرئاسة الحكومة وكمؤشر على طبيعة الوضع الاقتصادي الخطير أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الاعتماني تثبيت تصنيف العراق عند درجة بي مع تعديل النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية وسط توقعات أن تتدهور الأوضاع المالية للبلاد بشكل حاد وأوضحت فيتش أن المخاطر السياسية لا تزال قيداً أساسياً على تصنيف العراق بجانب التداعيات الاقتصادية لتفشي كورونا حيث حصل العراق على أدنى مرتبة بين جميع الدول المصنفة من الوكالة ما يعكس حجم الفساد وعدم فعالية الحكومة وضعف المؤسسات إلى جانب عدام الأمن وعدم الاستقرار السياسي وفي ظل هذه الظروف الصعبة التي يعيشها العراق لا هم للكتل السياسية سوى ضمان حصتها في الحكومة المنتظرة حيث أكد النائب عن كتلة دولة القانون علي جبار الغانمي أن الكتلة سلمت الكاظمي أسماء مرشحها مشيراً إلى أن المحاصصة الحزبية حاضرة بقوة في حكومة الكاظمي بينما كشف رئيس كتلة الفتح النيابي محمد الغبان عن تشكيل فريق من الكتل السياسية لمساعدة رئيس الحكومة المكلف في إشارة لسعي كل كتلة لحجز حقائبها بسبب طبيعة الصراع المحاصصي المستحكم في ذات الوقت تبدو هذه الأحزاب متناسية للسبب الذي أدى إلى تشكيل حكومة جديدة بعد أن أطاحت ثورة تشرين بحكومة عادل عبد المهدي فالكاظمي لم يعلن إلى الآن موقفهم من مطالب المتظاهرين وفق ما أكده النائب عن كتلة تيار الحكم النيابي على الإبدياري ما يعني أن حكومة الكاظمي في حال تشكيلها لن تكون سوى امتداد للحكومات السابقة ولن ينتج عنها سوى نفس الفشل والفساد الجافم على صدور العراقيين